شهدت الكثير من مناطق العراق في الأشهر الأخيرة عودة لظاهرة الاغتيالات التي بدت دوافع غالبيتها تصفية الحسابات أو الصراع على النفوذ أو بين عصابات الجريمة المنظمة بما فيها جرائم متاجرة بالمخدرات فضلا عن عمليات الاغتيال بدوافع تصفية الحسابات السياسية برعاية الميليشيات المدعومة من إيران وبتواطئ الحكومة الحالية في ظل تلك الجرائم والاغتيالات يعاني العراق من فوضى السلاح المنفلت وانتشاره على نطاق واسع خارج يد الدولة وبأيدي ميليشيات مسلحة وعناصر عشائرية وعصابات جريمة منظمة تهدد بنهيار أمني وتهديد للسلم الأهلي مصادر عراقية قدرت عدد من سقطوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في عمليات اغتيال وقع جلها بأسلحة نارية بأكثر من عشرين ضحية فيما نشب قتال استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين عشرتين بمحافظة ناصرية وصف بأنه الأعناف بالمحافظة أدى إلى سقوط قتلى وجرح بينهم قتل ضابط كبير وحرق عدد من المنازل السكنية أعقبته حملة اعتقالات كبيرة بالمدينة مراقبون أبدوا مخاوفهم من تجدد الاغتيالات والتصفيات التي تعود إلى انتشار الأسلحة لدى الأفراد والجماعات والعشائر والميليشيات بصورة مرعبة وغياب تنفيذ القانون على مرتكبي جرائم فيما أشاره لأن الاغتيالات في العراق تقف خلف بعضها أسباب سياسية الغرض منها إزاحة المنافسين وتصفية من يمتلكون معلومات سواء عن فساد مالي أو سياسي ويقف خلف البعض الآخر انتشار المخدرات والصراع للحصول على الأموال والنفوذ فيما تتسع ظاهرة الاغتيالات لتواطئ الحكومة وضعف سلطة القانون في عدم محاسبة المجرمين المشهد في العراق يؤكدها شاشة الوضع الأمني ويبعث رسائل مقلقة ومرعبة حول مستقبل العراقيين في ظل التدهر المستمر للوضع الأمني والاقتصادي وعودة عمليات الاغتيالات الممنهجة التي تنفذها الأحزاب السياسية وميليشياتها التي تستخدم السلاح في خصوماتها من أجل الظفر بالمكاسب السياسية بينما يبقى ملف السلاح المنفلت عالقا تتقاذفه الحكومات المتعاقبة مكتفية بالتصريحات التي لا تغير شيئا من واقع العراقيين